اشتركوا في القناة رحلة الذكريات في مصار حياة الفنان المسرحي عبدالقادر البداوي اعداد وتقديم عبداللطيف بن يحيو مرحبا بكم سيدتي سيدتي معنا في هذه المذكرات مذكرات الفنان المسرحي عبدالقادر البداوي وسنتعرف خلال هذا السرد المرتبط بذكريات عبدالقادر البداوي على اهم المراحل التي ميزت للتجربة الحياتية لهذا المسرحي وكذلك للتجربة المسرحية الفدة للصعب قادر البداوي هذه المرحلة مباشرة من بعدها سيديك الساعة سعود ومعرفين مرحبا بكم سيديك المحب المسلسلات الإداعية مغربية كان سيديك برجع يشتغل الأمور ذلك أنا سأعمل المصلحة مع هذه الناس سيضخني من الذي سيديك المعمل أول شيئ نفكر فيها سنأسس فرقات الأشبال الأعمال في المعمل ماذا نعم؟ دائما شنعين الرخص دي القادر دبعنا هنا سيديك المباشرة سيديك المسرحة سيديك المنطقة دخلت داخل تنمي في الريجيتابة ريجيتابة أنا تكونت مع هذا الرجل عملت مع هذا الرجل المسرح جولت مع هذا الرجل أنا دبع مصرحي أنا دبع صافي ساكني المصرح أنا تلريجيتابة كان التبراطي بدخليني غبز فريجي طبق ولم تكن تدخن أظن يعني لم تكن تدخن رغم أنك تعمل كثير لا عمالي مدخنت وأنا فريجي طبق بالممتنين دليكن نخرج لهم القر وكن نعطي لهم وهذه اللي غريبة غريبة القضية هذي لأنه ببتهم كشك يدخنا دون ومشكل شنو كان طبيعة العمل يعني فهذا المعملات هو دبا الريجي طبق كلها كانت هي واحد المصلحة كبيرة هي اللي كانت صنع طبق واحد المصلحة كانت كتسمى الفوق هي اللي كانت صنع القرق وتبغ يعني كان يستورد يعني التبغ كيتستورد وكيتسوق في المغرب يعني كيتزرع في المغرب وكيجي من على برا هذا السفر كيجي من على برا وهذاك الكحال كيتصوب هناك في المغرب المهم تتم أنك خصك تكون واحد المرحلة اللي كتكون فيها متعلم في واحد المكيناء مع واحد المعلم اللي كيستير هذك المكيناء وبالنسبة لك أن هذي كتولي انت معلم في ذاك المكيناء راهو اللي تتقني لأنه اللي كتستير جهاز اللي ماشي سهل نعم غادي نطور أنني غادي نولي مع المراحل غادي نوليك تانى معلم في ذاك المكيناء فأصغر واحد في ريجي طابا اللي غادي يولي تتلير يعني اللي غادي تولي عنده الحقوق الكاملة لدي الصحة ولدي التعويض ولدي المسائل وانا بقي صغير هنا واحد من نقطة جديدة مهمة اللي كاتب قتل إلى رضاة الوليدين وهو أن الوليد لما كان مريض كان هذك الموض دار بخصو الكلاه داست واحدة لتشهور بحلل بحس باللي رأي قال له لما عندك شباش تخلص خوينيات دار وليش عاجعو هذا فانا هذا الوليد قرر أن أخصي ابني واحد دار في ضرب الفقراء ودابا ضرب الفقراء أحد غادي يبدأ فيه البني دابا اللي هو اللي هو ضرب وشنطوف صغير ور ودرب الفقراء غادي يبدأ فيه البني هنا واللي تانا بالنسبة لي ياما اللي كانت تخلص ديك المانضى ديالي لك يعطوها ليه في الجوة كان مده كل هالبا كلها الأسرة فيها الأب والأم والصدقل والباتول لكين داب الباتول وزينب لكين داب الباتول وإحمد وزينب نعم عبد النبي مسكين عبد الرزاق لها ديالأسرة دابا كين عبد الرزاق زينب الباتول أحمد كان أعطي لباها القضية السؤال fit كيف أنت لا تعيش بما أنني أنا أقلنا مسرح وحد نهار في الرجي طابق كانشوف شي واحد كيبيع شي سراول زورق طراوزز بالشمال والدان غري باللغة دينا هنال هنا الجين يعني هاد الجين كنشوفوه كيبيعو عايز تعليق اي شي حال اداد قلي قلي ايه تخلص على جوج ايه كنزات دباها نابة كانت تعلم المينة معناه غادي يبيع لي السروال وغادي يربح هوا في شي جوج راهم ونخلصو على جوج اله كنزات ويعني اذا كانت تتخلصوا بالكنزة وكانت تخلصوا بخمستاشر يوم ليس ليس في الشهر ولكن احنا الوتيات هي تتخلصوا بالشهر ما هيك تشد في هذه المرحلة في الكنزة سدع بقدر لم يكن تفترض باقل بالطبط ولكن كان عند قيمة لكن كان عند قيمة كبيرة بحيث ذات مرة سيبني في هذه المرحلة جوج دير الديار سيبني هذه الدار دير الفقارة وسيشير الدار في الارميطاج وسيبدأ البني في الارميطاج معناه انه كان شعور بطل تسع كانوا عاد بانو ديرو المعمل ديرو مغجي وعاد جيت لعندهم وقيتهم قلت له بغيت ان اخدنا عندكم شي حاجة باغين ما نبيعون انشرف هاتشي قلت لي اتفضل قلت له اعطيني تناش من هادو وعطيني تناش من هادو اعطاني 12 اسروال وعطاني 12 شكل اخر ااا داك الساعان اعلانيتي واحد ب18 درهم واحد ب18 درهم داك الساعة 10 درهم و18 درهم منلي هداك دي الاسران اربي فيه جوش درهم ودي الاسران اربي فيه جوش درهم اضطريت انني اخد غير دي العشرة الدرهم لان هذا ما فيه فضل هدا غادي نبيعه بخمساشر درهم لانه خلاص عجل زد القوامج زد الفوط زد صابون زد الريحة هدا بقول له الحوانت في المدينة هنا كيعطوني سلعة ومنهم واحد سيلة اسمه بالقاس اللي هو بات بني عيعاز او بنياز الاب دياله دك سعب الناس بقي صغير هدا باه كان صديق ديالي بسكين وصديق باه قالوا لك اندي هات سلعة هات سلعة والناس كان تدخلي اينا خلي فلوس وليس انا في كل شهر عندي عندي فلوس فائد كبير الدرجة بكل صراحة تعرفها انني الفرقة ديال المصرح يعني كنت هزلي ومكلتهم وشربهم والقهوة ديالهم والقارو ديالهم والملابس ديالهم لان كلهم ولاد الشعب وللطبقة الفقيرة تبارك الله على سيد عبدالله انا استمع اليك بنوع من الانبهار وعد اول حق هذا الكفاح يعني وعد اول حق طيب اذا غادي تبقى هذه المرحلة مستمرة الى حدود يعني غادي نمشيوا معك يعني حتى للنهر اللي غا تقدم اول عرض مسرحي اما اقتباسا او تأليفا وحل فرقة متكاملة ديالك على خشبة المسرح باش نمدو معك المسيرة يعني نقولوا الاحترافية المسرحية يا سيد عبدالله هو قبل ان نزول هذه المرحلة بداشت واحد مرحلة صغيرة غادي نمر عليها بالقورة نعم وهو انه فدف ما بين 50-52 شديدت الحركة الوطنية وبداش الشعب المغربي بالنسبة للأطور دياله لا النقابية ولا الوطنية انهم متشبتين بالاستقلال ديال الوطن وكلهم مع مع الملك ما كان شير هذه المرحلة ديالك كارير سنترال ودكشيال هي هذه المرحلة ديال القوية دياله هذا المرحلة هدية هي في السعد رحمال اليوسفي الله يذكره بخير راه كالطانجوي كان يجي واحد قوادي الطانجوي كان كيبع فهو ديالساعة من الأستي دا اللي كانوا يقررون الناس إجباريين من قديد الحركة الوطنية هو واحد من الأستي دا وهو كان متخصيص في كارير سنترال فلوزين تسجور اياه وحنا باش كان عارفوا شين ناكن لكم شون متلوت بمق اياه جاء داك القضية ديال داك الجريمة الكبرى اللي وقعت في تونس ديال 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 فرحات حشاد ديال فرحات حشاد مات فرحات حشاد يعني الحركة الوطنية في المغرب عملت عملت إضراب كبير نعم في داك الوقت جاءوا عندي المسؤولين ديال ديال النقبة اللي هم المسؤولين ديال الحزب في نفس الوقت في الدار ديال أستي محمد المرابط الله يرحمه هذا الطنجة هو أصيل ووجته هو مع اللي جي طبا وكان من المحركين ديال الحركة الوطنية محب المساكلة مستدعية مغربية قدير المسرح غادي ديال تصوبلية تمتيلية زرب ولا دير أي حاجة رأى عندنا نهار خميس فالفلاني تجمع في السي دي جي تجمع فين شتي المكان ديال شارع فرحات حسينة بفضل بيضا رأى واحد المحل كيبيع دبا كيبيع بزاف ديال ديال السلعة كان محل كبير هو المقر ديال شي جي تي إلى اللقاء سيدتي سدتي مع ورقة جديدة من مذكرات الفنان المسرحي عبدالقاد البدوي مذكرات رحلة الذكريات في مصار حياة الفنان المسرحي عبدالقادر البدوي إعداد وتقديم عبداللطيف بن يحي موسيقى اشتركوا في القناة